ارتفاع جنوري في أسعار السلع بمحافظة أبيان حول معيشة المواطنين المثقلين بمرارة الحرب وما خلفته من ظروف اقتصادية صعبة إلى جحيم جراء تبعات انهيار صرف العملة الوطنية بعد أن تجاوز الدولار الواحد سقف الألف ريال في وقت لا تزال فيه جور المواطنين بشقيها الحكومي والخاص لا تكفي لمجارات الانهيار الحاصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية ما أجبر الكثير على التخلي عن مواد واحتياجات ضرورية والبعض الآخر لا يصدعون شراء الاستلاكية منها التداعيات الكارثية التي أفرزها تراجع الريال اليمني أمام الدولار عمقت الأزمة الإنسانية على المستويات المعيشية والاحتياجات الأساسية كالمواد الغذائية والمشتقات النفطية والأدوية التي تشهد ارتفاعا متزاما ويبقى المواطن وحده من يكتوي بلهيب ارتفاع الأسعار المستمر يوما بعد آخر ويعيش بين كماشة غياب رقابة الأجهزة الحكومية وجشع التجار وأمام هذا الغلاء غير المسبوق أطلق ناشدون دعوة للخروج في مظاهرات سلمية استنكارا لتداول الأوضاع المعيشية الناجمة عن انهيار العملة المحلية ورفضا لسياسات التجويع وعظم صرف المرتبات وصمت الحكومة عن وضع حد لإيقاف الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والسلع والمشتقات وترد الخدمات التي انعكست جميعها على حياة المواطن نؤكد أن يوم قدا في محافظة أبيان وعاصمة محافظة أبيان ستنطلق مسيرة جماهيرية رفضا لسياسة التجويع والأفقار وارتفاع الأسعار وقطع الرأس ولا قطع المعاش اليوم الشعب يصيح لا رواتب لا خدمات معاناة تتفاقم يوما بعد آخر في زمن الحرب التي جعلت المواطن يتحمل كل تبعاتها سواء من التجار أو الحكومة التي لم تضطلع بدورها في المحافظات المحررة وتضع حدا لتصاعد غلاء الأسعار ما بين الحين والآخر